السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعين الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتون كتير من الفيديو اللي فات عندنا فيديو حلوة اوي تابعوا معي الفيديو الاخر وتنسونيش بلايك واشتراكوا للقناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله زي ما انتم شايفين بصوا حنعمل مكارونا وعندنا اردر كمان يعني غدا وعندنا اردر خفيف كده ان شاء الله حيعجبكم تابعوا معي البس الفيديو الاخر وتعالوا انشوف حنعمليه بس قبل اي حاجة مننساش ندعي لاخوتنا في فلسطين والسودان ربني رب ينصرهم ويزيح الغمى اللهم امين وينصرهم نصرا يتعجب له اهل الارض واهل السماء تعالوا بقى نشوف المكارونا التحفزية تتعاملت ازاي وعايز اقول لكم السواني جي بتتقدم يعني في اكبر المطاعم او ليها مطاعم مخصوص كده يعني عالصحراوي كده اللي بيطلع كده فيه زي واحد خطاب وحاجاتيا مقوي كده ايه بتقدم الاكل العربي او الاكل البدوي هنعمل بقى اكلة ان شاء الله عتعجبكم جدا وسهلة وشتوية وبصوا يعني من الاخر كده اول حاجة انا جيبت حلة وحقول لكم ايه موضوع البطة دي اول حاجة جيبت حلة كده زي ما انتوا شايفين وحطت فيها معلقة ثمنة ومعي نصف كيلو لحمة وقمت نزلة بيها كده زي ما انتوا شايفين مديها صدمة كده بمعلقة الثمنة واحط عليها رشة من الفلفل الاسود واعصبها تتشوح بعد لما تاخد صدمة حنزل عليها بقى بصالوية وتمطموية وفلفل ووراق لوري قصدي وايه وحبهين تمام? الحاجات اللي احنا بنحطها في الشربة العادية خلص بس انا بفضل لانا ادي اللحمة تشويحة كده بمعلقة الثمنة لما بتبقى اللحمة مش ملبسة لما بتبقى اللحمة ايه حمراء خلص تمام? حنسيب بقى اللحمة دي حالجنب كده لغاية لما تتشوح وتعالى اقول لكم موضوع البطة اللي انا ايه نقعيها ومبهدليها دي كده بصوا البطة دي احنا هنتبلها دلوقتي مع بعض انا اول حاجة احطها في محلول النقع زي ما انتو شايفين انا مسكتها الاول تحت الحنفية طبعا بعد تخسيلها بصوا ودعكها لغاية لما ايه قالت لي حميني لغاية لما بقت زي ما انتو شايفين زي الفل كده ايه بضائشة وبعد كده قمت حطها في محلول النقع اللي هو ايه بقى حطيت معلقتين دقيق على شوية لمون لمونتين كده عصيتهم وقمت حطة ايه ملح وسكر وحطت عليها مية وستها ايه في المحلول النقع كل شوية هقلبها زي ما انتو شايفين تمام? هناجع على البطة تاني بس تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد بقى لما اللحمة اتشوحت كده قمت نازلة بايه بمية سخنة من الكتل وهسيبها بقى تتسلق بالطريقة العادية لو طلعت ايه او اي حاجة حشلها وبعد كده ايه ههدي النار عليها يعني هسيبها تغلي شوية وبعدين هقوم هديها النار عليها عشان ايه ايه تستبلي على النار هديها تمام? عايز اقول لكم كمان المكايونة دي المفاجأة اللي انت ممكن تعمليها من غير لحمة هقول لكم كل حاجة وانا شغالة بعد كده جبت حلة تانية قمت حطة فيها معلقة سمنة برضو هنبدأ نعمل ايه تزبيكة او تغذيعة ان شاء الله ايه يعني ممكن تستخدمي بقى اللي احنا هنعمله دلوقتي من غير لحمة او اي حاجة او من غير فراخ او من غير اي حاجة تعمليها زي ما انا بعملها دلوقتي جبت زي ما قلت لكم معلقة سمنة وقمت حط قطعت بصلايا كده صغيرة وقمت حط عليها فصين توم برضو مقطعوهم وايه وارنين فلفل سبايسي الوصفة دي اهم حاجة فيها ايه? الفلفل يعني عايز اقول لك انت يتكليها من هنا وايه بقك ايه يعني نار من هنا هي اهم حاجة اللي هي المفروض بتبقى يعني سبايسي قوي كده طبعا انت مش حابة تحط الفلفل لسبايسي بليش بس عايز اقول لكم رهيبة يعني بجد جربوها تحفة المهم بعد لما نزلت بقى بالفلفل وشوحته مع البصل والطوم قمت نازلة كمان بايه بعينين فلفل احمر اللي هو الشطة ده يلا مش مهم كده ايه اه حيدروا علي النهاردة المهم بعد كده قمت جايبة ايه اه اطاعة طماطمتين كده صغيرين وقمت حط حوالي نصف كيلو من الطماطم وايه وحطت عليهم ملح وفلفل اسود وايه وشوية توابل ايه البهارات مشكلة البهارات المشكلة اللي عندي اللي هي ايه كمون على كوزبرة يعني هي كده بهارات مشكلة اسمها عندي مسحوق الكاري لو مش متوفر عندي الكفاية ملح وفلفل اسود وخلاص تمام وبعد كده نزلت بشوية من الصلصة يعني يعني علبة من الصلصة العلبة الكارتون دي او ثلاث معلق من الصلصة ثلاث معلق كبار من الصلصة انا هعمل كيلو مكارونا تمام وعاسبها بقى تتسبك وخلاص على كده تعالوا بقى هنا نتبل الحمام في رامة بصل في الكبه مع الحبهان وملح وفلفل اسود وطبعا غسل الحمام والكبت زي ما انتم شايفين ااخد معلقتين من البصل ده وتبل ايه الكلام ده كله مع بعضه ده الوردر بتاعنا الحمام متبل والبطرية تبقى متبلة زي ما انتم شايفين تعال اقول لكم بقى على موقف هيهلكم من الضحك بما اني طبعا انتم عارفين التدبيلة دي ايه متعاودين معي عليها عايز اقول لكم طلعت لي قطة في الظلمة هتقولولي ازاي والله انا قلت ده عفيت بسم الله الرحمن الرحيم يا انا النور لما بيبقى مقطوع بييجي الساعة عندي ساعة خمسة فطبعا انا في السابع فالعمرية بتبقى ايه الطرقة بتبقى ضلمة يعني ما بشتبقى ايه لو فتحت البيب ما بيب الشقة لو ابني نزل يجيب حاجة او كده فما باخدش بالي مثلا ايه بقى في الوراعة على طول فالدنيا بتبقى ضلمة تمام عايز اقول لكم قطة دخلت وانا مخدتش بالي وكان ابني نازل يسلم اردر لايه للدليفري تاح فتقريبا وهو نازل كده يعني وهو طالع عشان يروح يركب الاستنسير انا مخدتش بالي خالص اللي ايه اللي في قطة دخلت تخيلوا بقى القطة دخلت وقعدت جوه وتقريبا القطة دي قط يعني ايمت ربية في بيت كده ولاني قطة كده بنت ناس يعني قطة اللي هي اللي بيها شعر كده وبيضة يعني قطة جميلة اوي تخيلوا بقى انا دخلها القطة بالصدفة قليل قطة قعدة على السرسة واحد وشرب الليل يعني عايز اقول لكم فجعة السنين يعني والله دمت صفة فالحمد والله يعني الولاد طلعوها طبعا بس بعد عذاب هي قطة هدية كده ما بتعملش حاجة بس تقريبا كانت ايه هربونا من عند الجاني يعني مش عارف استقريحة بس تخيلوا دخلت في الضلمة وما حسيتش بيها من كتر ما انا مشغلة في المطبخ وايه وعايز انجز فمش وغدا بادي وبعدين دخلها بالصدفة وايه فضلت احدها كده هدية لغاية كام يعني لغاية السرح دوش عايب الليل يعني دخلها بالصدفة كده بقى خلاص فقلت النوم قالقيها قاعدة عسرية فموكف يعني بصوا يعني شعري تقطع من الخضة بس الحمد والله يعني ولادي طلعوها بس ايه ادهم وصمم اللي هو عايز يربيها يعني يا حبيبي دي من عند الجان هربونا مفيش فايدة بس كان يوم يلا الحمد والله تعالوا بقى اقول لكم عملت ايه بعد بقى لما التسبكت تسبكت كده قمت بقى مصفية اللحمة وغدا اللحمة حطتها في توصى وحطت عليها معلقة سمنة وسبتها تتحم وخدت الشربة بقى بتاعت اللحمة قمت حطها على الايه على التسبكة اللي احنا عمليها طبعا زي ما انتو شايفين انا حط حلة فيها سمنة كده بس ايحها بس طبعا ايه مش هتشوفوها معي الفيديو ده انا حطيتها كده في اخر الفيديو علشان ايه يعني تغلي غلوتين كده بعد كده بعد لما حطيت بقى الشربة بتاعت اللحمة هزودها بقى لو محتاجة مية هزودها مية وايه وخلاص على كده تمام وعسيبها تغلي كل الدوات احنا لسه معرفناش هنعمل ايه هقول لكم تعالوا بقول لكم لو انت عايزة تعمليها من غير مرقة مش لازم على فكرة انا ساعات بعملها من غير اي شربة بعملها نفس الطريقة دي وبحط لها مية عادي ممكن بقى تحط لها ايه لو عايزة تطعميها شوية تحط لها مرقة ايه دجاج لو انسي بتفضلي مرقة الدجاج او مرقة اللحمة يعني اي حاجة بس انا ما بفضلهاش الصراحة فبكتفي بايه ملح وفلفل اسود والبهارات اللي قلت لكم عليه تمام بعد كده بقى ايه اه حاسيب المية تغلي كده زي ما انتو شايفين واول بقى لما المية تغلي اللي هي الشربة بقى بالتغذيعة اللي احنا عملناها البصل بالطوم بالفلفل كده حنزل عليها بكيس مكارونة زي ما انتو شايفين طبعا المكارونة دي لازم تعمليها وانتو خلاص يعني يعني كلكو خلاص على الغدأ بتعمليها ما بتخدش بالزبط ربع ساعة ممكن تعملي بقى التغذيعة بتاعتها او الطماطم بالصلصة بالفلفل وقيت تزود المية وتسيبها بقى على ايه اللي انتو تسلوء المكارونة في قلب الحلة كده ايه في قلب المية تمام ساعة الاكل يعني اهم حاجة المهمة بعد ما نزلت بكيس المكارونة حبدأ بقى اهم حاجة اللي انتو تزبطي الملح هحط بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود ومعلاقة سكر عايز اقول لكم كمان معلاقة السكر دي بتدي كده طعم رغيب تحس للمكارونة مسكرة بس في نفس الوقت ايه حرشة كده وحمية وبص وطعمها حلو وعلي سيبها بقى على نوعية عالية بس اهم حاجة تفضل يتقلبي فيها ولازم يبقى كمية المية اكتر من المكارونة اللي انت هتعملي يعني مثلا انا عملة نص كيلو من المكارونة لازم تعملي حساب المية ديت او المية ديت هتستوي فيها المكارونة فلازم تبقى ايه لاني تسيبي فيها دي عشان يبقى فيها صوس يعني فاهميني دي المكارونة المبجبكة بس بعد كده بقى قمت جايبها الصينية بعد لما استود خالق استود وقمت بقى مفضيها كده زي ما انتم شايفين عني اعمل ايه اصعى او مش عايفة بيقولوا عليها ايه زي المطاعم هم اصلا بيقدموها كده في صواني كده كبير وبتبقى كده بتنزلك سخنة كده ايه في اي مطعم المطاعم اللي هي البدوي دي بس وهحط عليها اللحمة كده وايه وخلاص على كده عايز اقول لكم يعني والله ولادي بصي بيتضحية كل اللحمة لا هم كانت عاجبهم المكارونة جدا المكارونة كانت فضيعة بصوا لون هبقى عامل ازاق يعني الكاميرا ظلموها واهم حاجة فيها بقى الصلصة عشان تديها لون حلو كده مع الطماطم الاتنين مع بعض حلوين جدا بس وده كان الفيديو بتاعنا واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة ورحمة ورحمة